اشتركوا في القناة على المثال الأول على جانب الطريق ستة أشجار وعلى كل شجرة يقف ثمانية عصافير كم عصفوراً على الأشجار كلها توجد طرائق عدة للضرب في ثمانية ويمكنني أن أستعمل جدول الضرب ليساعدني على معرفة حقائق الضرب في العدد ثمانية أعمل نموذجاً لشبكة ستة شجرات يقف على كل واحدة منها ثماني عصافير مع عدد العصافير على الشجرات جميعها أكتب جملة الضرب لأحل المسألة لإيجاد ناتج الضرب ستة ضرب ثمانية أستعمل شبكة من ست صفوف وثماني أعمدة هيا معاً نكون الشبكة من قطع العدد علي أن أكون كما قلنا ست صفوف في كل صف ثماني قطع فإذن لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية الآن هذا هو الصف الأول سأقوم بالعد حتى أحصل على الناتج تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون تكونت لدي ثلاثة صفوف الآن أربعة وعشرون هيا عد معي يا صغيري اثنان وثلاثون أحسنت هيا لنكمل أربعون ممتاز رائع الآن خمسة صفوف أحتاج إلى صف آخر هيا لننظف معا بصوت عال أحسنت هيا لنكمل وثمانية وأربعون ممتاز أحسنت فإذن والآن حصلنا على الناتج عندما كوننا شبكة من قطع العد تحتوي على ست صفوف في كل صف ثماني قطع فإذن تبين الشبكة أن ستة ضرب ثمانية يساوي ثمانية وأربعين إذن يوجد ثمانية وأربعين عصفورا على جميع الأشجار أتذكر أستعمل الخاصية الإبدالية لعملية الضرب لمعرفة الحقيقة المطلوبة يمكنني أن أستعمل خاصية الإبدال في عمليات الضرب لإيجاد ناتج الضرب فمثلا لإيجاد ناتج ستة ضرب ثمانية أتذكر حقيقة الضرب المرتبطة بها وهي ثمانية ضرب ستة يساوي ثمانية وأربعين هي حقيقة أعرفها من قبل إذن بالإبدال ستة ضرب ثمانية يساوي أيضا ثمانية وأربعين والآن حان وقت التدريبات هيا دعونا نبدأ مع التدريب الأول جهز يا صغيري سبورتك الصغيرة أو ورقتك الخارجية ودعنا نبدأ مع التدريب الأول أجد ناتج الضرب مستملا للنماذج أو حقيقة ضرب معلومة إذا لزم الأمر أربع ضرب ثمانية ثمانية ضرب ستة ثمانية ضرب ثلاثة وثمانية ضرب واحد هيا يا صغيري في دقيقة واحدة قم بالإجابة على هذه الأسئلة أربع أربع تدريب أن يقدم أربع قصود ستطلب واحد لفتال أربع أحزئي وانتجحي أربع قما أريد أربع قصود أوոمس أربع قصود أربع قصود اشتركوا في القناة ممتاز حسن تام اجابات رائعة فاذا 4 ضرب 8 32 8 ضرب 6 48 8 ضرب 3 24 8 ضرب 1 8 والان حان وقت التدريب الثاني اكتب العدد المناسب في المربع هيا لدينا دقيقتان قم بحال الاسئلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماز اثنان ضرب ثمانية يساوي ستة عشر والآن التدريب الثالث والأخير يشتري حسين أربع علب من العصير كل أسبوع بثمانية دنانير كم دينارا ينفق لشراء العصير في أربعة أسابيع؟ هيا لدينا دقيقة واحدة أسرع بالإجابة على هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من منكم استطاع الحصول على الإجابة الصحيحة؟ أروني الإجابات واحد اثنان ثلاثة أرفع أحسنتم رائع إجاباتم متميزة فإذا الأسبوع الأول ثمانية دنانير والأسبوع الثاني أيضا ثمانية دنانير والثالث والرابع قمنا بالجن فحصلنا على اثنان وثلاثون أي أربعة ضرب ثمانية يساوي اثنان وثلاثون دينارا ما ينفقه حسين في أربعة أسابيع لشراء العصير الآن هل تتذكرون ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا إيجاد ناتج الضرب في العدد ثمانية من منكم متحمس لأداء المزيد من التمارين؟ هيا بنا نرجع لكتاب الطالب صفحة مئة وثمانية وعشرين ونقوم بالإجابة على تمارين الدرس وبذلك عزيز التلميذ عزيزة التلميذة يكون درسنا قد انتهى لهذا اليوم؟ أراكم في دروس أخرى ومع السلامة